إذن ما زلنا في أحداث اليوم ورحب بكم مجدداً وقمة أمريكية روسية عقدت في مدينة جينيف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي بلاديمير بوتن بعد فترة من تصاعد التصريحات وتراشق الاتهامات بين البلدين أبرز ما تناولته هذه القمة وتبعات ما تم التوصل إليه ومناقشته بين بوتن وبايدن نتابعه بالتحليل مع ضيفنا عبر الصوت والصورة سيد شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام أستاذ شريف أهلا بك يا فانت أهلا بك يا فانت إذن كعادتها أي قمة أمريكية روسية تحظى باهتمام كبير ولكن ربما أن هذه القمة لها دلالة خاصة أو اهتمام أكبر بسبب التلاسن بين بايدن وبوتن في شهر مارس الماضي بايدن وصفه بالقاتل وبوتن يرد إذن من يصف الآخر بالقاتل فهو القاتل كيف تتابع هذه القمة منذ بداية الإعلان عنها سيد شريف بسم الله الرحمن الرحيم نستطيع أن نقول طبعا أن فصلا جديدا ساخلا من فصول الحرب الباردة بين ألوات المتحدة الأمريكية وروسيا قد بدأ بالفعل طبعا فرصة أن يكون هناك لقاء في فيلا لارا جرانج على بحيرة جينيف أن يكون هناك فرصة لتلطيف الأجواء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلادامير بوتن لكن هناك طبعا هناك سلسلة من التحفظات وكل طرف يكون له حطوط حمراء سيتمسك بها ليكون هناك له الأفضلية ويكون له التفوق طبعا جينيف لها ذكرات تاريخية فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية بدءا من الرئيس الأمريكي الراحل أيزن هاور ولقاؤه مع روسيا خورتشوف وبعدها مرورا بعدها بتلاتين عاما بين ريجن وغورباتشوف والآن اللقاء بين بايدن وبوتن سيكون محفوفا بكثيرا من الملفات الشائكة وسيكون هناك فرصة لإثبات التفوق من كل طرف أعتقد أن المسألة متوقفة على مدى التنازلات التي يمكن يقدمها كل طرف للآخر وأن يكون هناك استجابة في بعض الملفات العالقة أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان وفيما يتعلق بمعادات الحد من التسلح النووي وصولا إلى الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني نعم ربما وصفت هذه العلاقات الأمريكية الروسية الآن بأن هناك فصل جديد ساخن سيفتح بين البلدين ولكن ربما التصريحات التي تأتي بين الحلو آخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن هو قال أن اللقاء وجها بوجه بالتأكيد سيكون أفضل وندعو لتهديئة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إذن التصريحات في مجملها أو في رؤيتها الواضحة تبدو أنها جيدة ولكن يبدو أنك لك رأي آخر سيد شريف في واقع الأمر لابد أن لا نصرف في التفاؤل فيما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن وموسكو لأن كل بلد وتحاول أن تنفرد بأن تكون قوة عظمى أو لها التأثير على مجرية الأمور عالميا الولايات المتحدة الأمريكية تطمح دائما بأن تكون هي القوة العظمى الوحيدة والمنفردة والقطب الأوحد لصنع القرار السياسي بحين أن روسيا تحركها لعبة المصالح وتتحرك من عقلية تتسم بالدهاء وتتسم بالذكاء السياسي مثل في لادامير بوتين يحاول بقدر إمكاني أن يستغلوا كل أوراق اللعبة السياسية للضغط على أمريكا وكي لا تنفرد بأي صنع القرار على أي مستوى من المستويات طبعا هذه المرحلة ستكون مرحلة شد وجذب بين بايدن وبوتين وأعتقد أن يكون هناك التلويح بورقة العقوبات الدبلوماسية المتبدلة يكون هناك فرصة لبحث إعادة صفراء إلى سواء واشنطن أو موسكو أن يكون هناك ضبط للأمور فيما يتعلق باعتقال بعض المواطنين الأمريكيين والروس في روسيا بالإضافة إلى أن يكون هناك أكيد تفاهم فيما يتعلق بالقرسانة الإلكترونية التي تتمثل في اتهامات واشنطن لموسكو بأنها تحاول أن تقترق بعض المؤسسات المهمة والشركات الكبرى ومؤسسات صنع القرار في واشنطن بالإضافة إلى العلاقة بين روسيا والصين كل هذه الملفات هي في ذهن بايدن أثناء النقاش وأثناء التباحث مع بوتين فلا نتوقع أي انفراجة إلا أن يكون هناك استجابة من كل طرف وتفاهم بين الطرفين طيب يعني من الملفات المفتوحة سواء كانت العربية أو الدولية سيد شريف يعني وكأن الكفتين متساويتين في كل الملفات إن حصل بالفعل تقارب بين البلدين سيكون من المستفيد الأكبر في تقدير الشخصي أن الوقت المتحدة دائما هي التي تخرج بالنصيب الأكبر من الكعكة أو بالنصيب الأكبر من الفائدة باعتبار أن الوقت المتحدة متدخلة ومتقطعة في عدة خطوط وعدة أزمات وهي التي لها الكلمة العليا بالإضافة إلى إحكام قبضتها بشكل أكبر على المؤسسات الدولية التي تتحكم في اتخاذ أي قرار دولي كمجلس الأمن والأمم المتحدة وبعض المؤسسات الاقتصادية التي تتمد أنبوب المساعدات لأي دولة متمثلة في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ولكن روسيا تحاول بقدر الإمكان أن تلعب لعبة التوازنات من خلال أطراف أخرى في المعادلة الدولية من خلال أن يكون هناك جذور أو يكون هناك مد لجسور التواصل مع دول يمكن أن تضغط اقتصادياً وسياسياً على واشنون أو تهدد مصالحها في مقدمتها الصين وبعض دول أوروبا ترجمة نانسي قنقر